طبعاً المواد السابقة حددت من هم المشمولين بالقانون وذكرنا في المادة 2 اللي هم كل من يطلق عليه وصف موظف عام طبقاً لهذا القانون وحددت الأموال العامة اللي هي تكون مملوكة لأحدى الجهات المذكورة في المادة رقم 2 وبالتالي هذه المادة وما يليها هي المواد التي تنظم الجرائم التي ترتكب من هؤلاء ضد هذه الأموال المذكورة وبالتالي تنص المادة 4 على أنها يعاقب بالإعدام وشوف انتج شدة العقوبة وهذه المادة اللي تطبق اليوم ربما تطير رؤوس كثير من الأشخاص يعاقب بالإعدام أو سجن المؤبد من خرب عمداً بأي وسيلة المنشآت النفطية ونحن نلاحظ اليوم كيف يتم تدمير كثير من منشآت النفطية ويعني إيقافها والاعتداءات على شبكة النهر الصناعي المياه نعم أو إحدى ملحقاتها أو أي منشآة عامة أي منشآة عامة شركة الكهرباء الشركات النفطية المياه أي منشآة عامة يقوم أحد بتخريبها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو حتى المخازن التابعة لهذه الجهات أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية مخازن السلع الاستهلاكية المساس بهذه المخازن ويعتبر مساس بقوة الشعب وكذا وبالتالي مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد يعني حتى القاضي لما يجيب يحكم هو مش حيلقى إلا السجن المؤبد يا الإعدام فإذا ما أراد التخفيف يحكم بالسجن المؤبد ما عنداش أقل من ذلك وبالتالي هذه الأفعال جرائمها يعني أحكامها قاسية والأسف يعني لا تطبق اليوم هذه النصوص على من نراهم يقوم بتخريب هذه المؤسسات والمنشآت الحيوية محطات الكهرباء المنشآت النفطية الأبار الحقول المواني المطارات المياه غيرها إذا ما تطبق هذا النص يعني طبعا هذه الجرائم وفق القانون هي لا تسقط بالتقادم وربما مستقبلا سيجد هؤلاء أنفسهم مساءلين أمام القانون بموجب هذا النص لأن الأفعال الجنائية في القانون الليبي لا تسقط بالتقادم اعتبارا من عام 2006 وكل ما يليها هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجوز محاكمة مرتكبها ولو بعد حتى 20 سنة أو 30 سنة بعد أن تقوم الدولة وتثبت أقدامها ترجمة نانسي قنقر